قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي يرافقه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة قاموا بتقديم التهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكتدرائية المرقصية بالعباسية وأكد وزير الدفاع أن مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطني معربا عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا توادرس الثاني قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكتدرائية المرقصية بالعباسية وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطني وأن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبار مستعدين للتضحية بأرواحهم فداء للوطن مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستظل في طليعة قوى الدولة الشاملة لبناء مستقبل مشرق لوطننا العزيز لتتواصل مسيرة البناء والعطاء في كافة ربوع الوطن معربا عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا توادرس الثاني دعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار من جانبه أشاد البابا توادرس الثاني بالدور الوطني للجيش المصري العظيم ودوره في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره مؤكدا أن المصريين بكل طوائفهم على قلب رجل واحد في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الغالية مشيرا إلى أن عيد الميلاد المجيد يمثل انبعاثة لأمل جديد ومستقبل مشرق لمصر ترجمة نانسي قنقر